معي لي منخشة هذا الموضوع رئيس اللجنة السورية لحقوق الإنسان سيد وليد سفور أهلا بك أستاذ وليد سفور في هذه الحلقة من حقوق الناس بداية في الذكرى العاشرة للثورة السورية ما أهمية الملف الحقوقي في سياق الثورة السورية نظرا للمآسي الحقوقية والإنسانية التي ارتكبها النظام السوري السلام عليكم في البداية في هذه الذكرى لا بد من استذكار شعبنا البطل الذي قدم التضحيات العظام ولم يبالي قدم مئات الآلاف من الشهداء والمتقلين وملايين النازحين والمشردين فقدوا موارد رزقهم ومساكنهم الملف الحقوقي هو أكثر ملفات ضخامة في هذه الثورة الحقيقة عندما ننظر إلى ما قدمه الشعب السوري هناك ما يقارب المليون إنسان قتلوا وكذلك هناك أكثر من مليونين حتى الآن ما معروف مدى العاهات التي أصابتهم بالإضافة إلى الناس الذين بثرت أطرافهم بالإضافة إلى النازحين والمشردين سلسلة طويلة جدا من المآسي السؤال هل تتناسب ضخامة هذه المآسي مع الزخم الذي يكتسبه الملف الحقوق السوري عندما تتحدث مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وكأنها عاجزة مطالبة المحاكم الوطنية في مختلف دول العالم بأن تتولى هي مهام بشكل غير مباشر كأن تتولى مهام المحكمة الجنائية الدولية في محاكمة مجرمي الحرب في سوريا نعم ماذا حصل في سوريا لا يمكن أن يحاكم مجرمون لأن الجلاد هو المجرم الذي يرتكب هذه الجرائم الحقيرة بالنسبة للأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالنسبة للأمم المتحدة المتحدة تقف عاجزة أمام الفيتو الروسي الصيني المزدوج الذي يمنع تحويل هذه القضايا إلى محكمة الجرائم الدولية في لهاي الشيء الثالث هو أن أمريكا في عهد أوباما باعت كل سوريا من أجل الاتفاق النووي مع إيران وجاء ترامب ولم يفعل شيئا كثيرا وكذلك جاء بايدن وليست القضية السورية من أولوياته لكن المجتمع الدولي ينظر إلى ضخامة هذا الأمر وهذا الأمر له إنعكاساته على الأمن العالمي والأمن الدولي فهم يريدون أن يفعلوا مقاربة لكن هذه المقاربة مشلولة وصغيرة لماذا هذه المقاربة؟ ما الذي يدفعها للفشل؟ هناك أكثر من جهة أنت تعلم بأن في ألمانيا تمت محاكمة ضابط سوري سابق في المخابرات بتهم تعذيب السجناء في هولندا وزير الخارجية الهولندي الآن بصدد رفع قضايا ضد النظام السوري لماذا تقول بأن هذه المحاولات يمكن أن تفشل؟ أولا بالنسبة للقضية التي حصلت في ألمانيا فهذا من إخفاقات العدالة لأنها أخفقت في تقديم الرجل غير الصحيح لهذه المحكمة لكن ننتظر محاكمة أنوى الرسلان الذي هو فعلا مجرم حقيقي في هذا الأمر بالنسبة لهولندا وبالنسبة لكندا كذلك أولئك خاطبوا الحكومة السورية أو خاطبوا النظام المجرم في سوريا بأن يصحح الأوضاع وإلا فسوف يقدمون على اتخاذ إجراءات تجاه وكذا الأمر في بريطانيا وفي دول أخرى وفي فرنسا هناك نشطاء لحقوق الإنسان وهناك منظمات وهناك ذلك مصالح دولية وأقليمية وأنا أرى أن الجانب الدعائي أكبر من الجانب الحقيقي في كل هذه القضايا لأن هذه الجوانب كلها لا ينصفها إلا تغيير النظام برمته وإقامة العدل والمساواة والحرية ومحاسبة المجرمين وإيقاف هذا النزيف هذا النزيف حتى الآن مستمر وكل يوم هناك اعتقالات كثيرة في سوريا وكل يوم هناك تعذيب وكل يوم هناك هجوم على المناطق وقتل المدنيين وكل يوم هناك تشريف ما هي الحصيلة في اللجنة السورية لحقوق الإنسان؟ آخر تقاريركم أين هو رقم عدد المعتقلين الآن الذين ما زالوا خلف القضان لدى سجون النظام السوري؟ هناك ما يناهج 150 ألف الآن معتقل ومختفي في معتقلات نظام بشار الأسد هذا الرقم يعتبر كذلك متواضع لكن نحن نؤكد على الأرقام التي تريدنا وهناك كثير من الأرقام لا تريدنا وللأسف نحن نتعامل مع الناس كأرقام ولا نتعاول معهم كحيوات بشرية أحياء بشر كل واحد له آماله وله طموحه وله أسرته وله حياته وله أشواقه طيب ماذا عن المفقودين؟ هل هناك أي جديد في ملف المئات أو ربما أكثر مئات المفقودين الذين النظام السوري لا يعترف أصلا بوجودهم في سجونه؟ نحن نعتبر كل إنسان معتقل مفقود حتى يثبت خلاف ذلك لأن كل إنسان يعتقل ينكر نظام وجوده ويعذب ولا يسمح له بالاتصال بأهله ولا بمن يدافع عنه من محامي ولا ينصف ولا يقدم لمحاكمة أصلا ويموت تحت التذيب ويعامل معاملة من أسوأ ما يمكن فما يحصل في سجون نظام بشار الأسد وما جاءت الشواهد المؤكدة وعندك أقل شيء صور قيصر توحي بكيف يموت الناس صبرا وجوعا وتحت التعذيب وكيف تجد الإنسان الذي كان وزنه مئة كيلو أصبح وزنه عشرين كيلو قبل أن يقوم به هذه الجرائم وجزء من جرائم الحرب تلاحق زوجة بشار الأسد هنا في بريطانيا صحيفة The Times قالت أن شرطة لندن فتحت تحقيقا أوليا بحق أسماء الأسد بتهمة تحريدها وتشجيعها على أعمال إرهابية خلال الحرب في سوريا الصحيفة قالت من المحتمل أن تواجه زوجة الأسد والتي تحمل الجنسية البريطانية محاكمة وتفقد الجنسية بعد فتح ذلك التحقيق نتابع هذا الفيديو ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أستاذ وليد ما أهمية هذا التحقيق الذي تجريه شرطة لندن بحق أسماء الأسد كنا نتمنى أن يكون التحقيق ضد بشار الأسد نفسه ولكن مع ذلك فهذه خطوة متقدمة أقدمت عليها الشريطة البريطانية بقبول الإدعاء من قبل الناشط والمحامي المشهور توبي كادمان الحقيقة هذا هو تجريم لرأس النظام متمثلا بزوجته المرأة القوية التي تستولي على كثير من الفعاليات الاقتصادية والفعاليات الشياسية والتي تركز وترسخ دورها في منظومة الحكم في سوريا لكن كيف يعني معلوماتكم في اللجنة السورية عن أسماء الأسد هل يمكن أن تعطي إشارات أو حتى أدلة لدورها تحديدا في قمع المتظاهرين أو حتى في قتل المتظاهرين والتحريض على ذلك؟ هي طبعا كانت هناك كثير من الفيديوهات التي تبين أنها كانت تشجع وتحرض نعم فعلا وعندي كثير من هذه الفيديوهات المنشورة وهي ظلت موالية لزوجها ولم تنشق عنه ولم تستنكر ذلك ولم تنتقل ذلك بل هي كانت ترسخ وتعينه من ناحية الاقتصادية وتستخدم كل خبراتها وكل محاسيبها من أجل تقويت هذا النظام وتدعيمه ويعني استنزاف الشعب السوري من ناحية الاقتصادية من جهة أخرى كذلك طيب الآن عندما يتم إذا تم ذلك إذا تم تجريمها هل تعتقد بأن هذا يمكن أن يدفع لتجريم زوجها وأقصدون من ناحية القضائية يعني أنا ما أدري لماذا المجتمع الدولي صابر إلى هذه اللحظة على بشار الأسد وهو يعرفه أنه رأس النظام وهو المجرم وهو الذي يرتكب كل شيء وكل جريمة إنما تكون بتوقيعه وبخاتمه وهو الآمر بالأصل لاتخاذ سياسة الأرض المحروقة ضد الشعب السوري وهو الذي قال للناس وأوحى إليهم الأسد أو نحرق البلد فسواء اتخذ قرار بحقها أم لم يتخذ لم يتخذ فإن بشار الأسد هو المجرم الأول الذي يجب أن يحاسب على كل ما اقترف في سوريا من جرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة وتدمير وقتل وتشريد ونزوح واعتقال وتعذيب كل هذه في المقام الأول بشار الأسد مسؤول عنها ويعرف القاسي والداني وعرف المجتمع الدولي وقالوا في الأمم المتحدة عندنا من الإثباتات التي تثبت الجرائم النظام السوري أكثر من ما نثبته على جرائم النازية هذا ما قاله من أيام قليلة شكرا جزيلا لك رئيس اللجنة السورية لحقوق الإنسان وليد سفور كنت معنا عبر سكايد من لندن شكرا جزيلا لك